اشتركوا في القناة من الدوائر العملية الى الدوائر النظرية وهناخد دايرة مع بعض دايرة مكبر الكتروني ونطبق عليها الخطوات ديت ونشوف هنحولها ازاي من الدايرة العملية الى الدائرة النظرية طبعا احنا لما بنيجي نحول الدوائر العملية طبعا فيه خطوات معينة المفروض نتبعها نمشي معها بالترتيب مهما كانت الدايرة كبيرة او صغيرة تمشي معها بالخطوات اللي احنا هنقولها دلوقتي فان شاء الله هتقدر ان انت تحول الدايرة الالكترونية في البداية كنت عايز بس اقول ملحوظة يعني احنا ليه بنتعلم تحويل الدوائر الالكترونية من الدوائر العملية للدوائر النظرية او العكس في بعض الطلبة او طلبة كتير يعني للأسف هم ما عندهمش المعلومة دية او مش عارفين طبعا احنا عارفين في المصانع وفي الشركات اللي هي الالكترونية اللي بتقوم بتصميم طبعا الاجهزة الالكترونية وتصنيعها احنا عارفين انه بيقى فيه قسم طبعا للتصميمات بيقى فيه مهندسين المهندسين دول بيبقوا مسؤولين عن ايه تصميم الدوائر الالكترونية الخاصة بالاجهزة الالكترونية اللي بيتم تصنيعها فبيتم رسم الدوائر الإلكترونية الأول على ورق سواء بقى باستخدام أجهزة الحاسبات طبعا دلوقتي فيه برامج بنستخدمها للرسم طبعا وبرامج كتير بنرسم طبعا الدايرة الإلكترونية ونصممها على لوحة ورق وبعد كده اللوحة ديت أو الورقة ديت بتروح بقى للقسم المسؤولة عن التنفيذ فبقى فيه مهندسين وفيه فنيين برضو هم المسؤولين عن تنفيذ بقى وتصنيع الدوائر الإلكترونية دي فلازم يكون الفني لازم يكون عنده دراية بمعرفة الرموز والمصطلحات اللي احنا بنستخدمها في الرسم الفني يعني لما يمسك الدايرة الإلكترونية كده في إيده اللوحة يعني اللي بتعبر عنها ويقدر يبص عليها فيقدر يعرف كل رمز معناه إيه ويقدر يعرف يوصله إزاي في الدايرة علشان يقدر ينفذها عمليا يبقى دلوقتي الرسم الفني دايما زي ما بنقول الرسم الفني هو إيه هو عبارة عن لغة التفاهم بين المهندسين والفنيين للتعبير عامة يراد تنفيذه وإحنا طبعا علشان التخصص بتاعنا تخصص إلكترونيات وحاسبات فإيه بقى احنا هنا مسؤولين عن إيه عن تصميم وتنفيذ الدوائر الإلكترونية علشان كده إحنا بنتعلم إزاي نحاول نحول الدوائر الإلكترونية من الدوائر العملية إلى الدوائر الإيه النظرية يعني لما يكون عندي مثلا جهاز إلكتروني والبردة بتاعته زي ما احنا عارفين اللي هي البرنتد عليها لعناصر وملحومة وفيها عطل وأنا عايز أعرف الدائرة بتاعت الجهاز دوت وتوصلها ماشية إزاي فأعمل إيه؟ لو أنا مش هقدر إن أنا أحول الدائرة وأمشي معاها كده خطوة خطوة وأحولها من عملي لنظري مش هقدر إن أنا أصلح الجهاز ده لإن مش هعرف هوصل للعطل اللي فيه لكن أنا دلوقتي لو رحت مسك البرنتد في إيدي ورحت قلبه كده وبصيت على التوصلات اللي موجودة وأمشي معاها خطوة خطوة أشوف إشارية الدخل هنا مشيت ورحت لمين فيه مكسف طب بعده إدى المين فيه ترانزيستور طب الترانزيستور الخارج بتاعه راح لمين وأمشي معاها خطوة خطوة فبالتالي أقدر أعرف الدائرة الإلكترونية دي فين بدايتها وفين نهايتها وأقدر طبعا أتعامل معاها طبعا بالنسبة بقى للخطوات إحنا لما نيجي نحول أي دائرة إلكترونية وحولها من الدائرة العملية إلى الدائرة النظرية طبعا فيه مجموعة من الخطوات لازم نعملها في البداية طبعا لازم أقرأ السؤال جيدا أقرأ السؤال كويس قوي ليه بقى؟ لأن في معظم أو في بعض الأحيان يقولك يعني حول الدائرة الإلكترونية دي من الدائرة العملية إلى الدائرة النظرية ثم أضف ليها كذا ممكن يقولك مثلا لو هي مكبر صوتي يقولك أضف لها إيه؟ سماعة في الخارج لو هي مثلا دائرة مكبر أو دائرة مزابزب مثلا ممكن يقولك بعد ما ترسمها أضف دائرة إيه؟ تغذية باستخدام أربع موحدات أو أضف دائرة تغذية باستخدام موحدين يبقى أنت لازم تقرأ السؤال كويس علشان ما تنساش حاجة لأنك لو ما قررتش السؤال ورسمت وهو أي اللي أقضيه في حاجة وأنت مضيفتهاش هتنقس كتير طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الخطوات مع بعض على الشاشة عندي طبعا خطوات تحويل الدوائر العملية أول حاجة زي ما قلنا اقرأ السؤال جيدا لأنه غالبا يطلب منك إضافة عنصر إلى الدائرة مثل إضافة سماعة في الخارج أو أضف دائرة تغذية بموحدين أو أربع موحدات طيب التاني خطوة يتم تحديد أطراف التغذية الموجب والسالب وتظليل الشريحتين بلونين مختلفين طيب ليه بقى؟ أنا دلوقتي لما بظلل الشريحتين بلونين مختلفين هنقول مثلا شريحة الموجب هنعملها باللون الأحمر وشريحة السالب هنعملها باللون الأخضر أنا لما بظللهم كده وبحددهم معايا في الدائرة أنا لما بيجي أبص للدائرة العملية اللي أنا دلوقتي لفرقة الأسئلة خلاص؟ اللي أنا لسه أحولها وبص على الشريحة اللي أنا عملتها باللون الأحمر يبقى على طول أي عنصر متوصل لها هيبقى متوصل للموجب طيب الشريحة التانية اللي انا لو انتهى وعملتها باللون الاخضر اي عنصر هيكون متوصل لها بالتالي هيكون ايه متوصل ايه للسالب يبقى كده انا لما بظللهم بقدر ان انا احدد العناصر اللي رايحة للموجب والعناصر اللي رايحة فين للسالب وما نطلخبطش طيب تعالوا نعمل الخطوة دية مع بعض كده على الدايرة اللي قدامنا لو انا دلوقتي بصيت الدايرة اللي معانا هي دايرة مكبر وطبعا الدايرة دية احنا هنحولها زي ما قلنا من دايرة عملية للدايرة النظرية فهبص فين اطراف التغذية الموجب والسالب وفين الدخل والخارج طيب انا لو بصيت دلوقتي لاطراف الموجب والسالب اه دي الطرف الموجب مكتوب هنا موجب 9 فولتا اه دي موجب ايه 9 فولتا وبعدين ماشية كده والشريحة طلعت فوق ها وراحت كده المين للاي سي ومشيت كده راحت عند مين المقاومة ار اتنين والمكاسف سي اتنين طيب ما احنا نظللها اهي نظللها كده باللون الايه الاحمر بالشكل ده نحدد بدايتها ونهايتها علشان نعرف العناصر اللي توصلت معاها لحد الاي سي يبقى انا كده يدير تحدد الشريحة اللي ايه اللي باللون الاحمر دي وعلى طول يبقى هي ديات شريحة ايه الموجب اي عنصر بقى متوصل للشريحة دي يبقى على طول بسلكة وهنوصله للموجب طيب الشريحة التانية اللي هي اللي باللون الاخضر اللي احنا هنعملها اللي هي شريحة ايه السالب طيب لو احنا بصينا فين شريحة السالب هنا في الدايرة ندور عليها كده مع بعض الله ده مش مكتوب عليها سالب ولكن طبعا هنلاقي ايه هنلاقي فيه هنا علامة مكتوب عليها ايه جي ان دي اللي هو الطرف الارضي يعني والطرف الارضي هنا بتاع الدايرة طالما فيه طرف موجب يبقى الجي ان دي هو مين هو الطرف السالب طيب هروح انا مظللها برضو بالشكل ده وطبعا الشريحة هنا شريحة السالب في الغالب بتبقى الشريحة كبيرة شوية ليه؟ لان بتبقى متوصلة لمعظم العناصر والشريحة لو اتفرعت طبعا لازم ايه؟ تتفرع برضو وتطلع معاها كده يعني شايف الجزء ده؟ الجزء ده طلع كده لفوق اهو هظللها برضو اهي لحد ما وقفت طيب الشريحة برضو كملت من هنا وطلعت لفوق يبقى انا برضو اظلل الجزء ده كده اهو كده لحد المكسف سي اتنين الناحية التانية ناخد بالنا برضو الشريحة برضو طلعت ايه؟ لفوق طالما انها شريحة متصلة يعني ما اتفصلتش عن بعضها يبقى انا اظللها وكمل معاها كده لحد ايه؟ لحد ما توقف اهو كل الجزء ده كده اهو لحد المكسف سي خمسة يبقى كده الشريحة اللي باللون الاحمر دي شريحة المجب والشريحة التانية اللي باللون الاخضر دي شريحة ايه؟ السالب طيب تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعدها نبص كده على الشاشة ايه دي طبعا الدايرة اللي احنا حددنا فيها المجب والسالب ده طبعا ايه دي شريحة المجب اللي هي عاملة زي حرف تي اللي في النص ده هي واحنا عرفناها مجب منين؟ مكتوب عليها مجب هي التسعة فولت تحت والشريحة التانية اللي هي اللي بالسالب عليها علامة الارض زي ما احنا شايفين طيب ناخد بالنا كده من السؤال هو بيقول لي ايه؟ اه الشكل طبعا بيبين دايرة ايه مكبر؟ الكتروني باستخدام ترانزيستر ودايرة متكاملة والمطلوب استنتاج الدائرة النظرية مع اضافة سماعة في الخارج مع اضافة ايه؟ سماعة في الخارج بناخد بالنا ان احنا هنضيف سماعة هنا في ايه؟ في خارج الدائرة طيب الخطوة اللي بعدها يتم تحديد اطراف الداخل والخارج مع مراعاة طبعا رسم داخل الدائرة على اليسار وخارج الدائرة على اليمين طيب احنا عايزين نحدد فين الداخل وفين الخارج نبص كده على الدائرة هنا وهنبص كده على الداخل هنلاقي ايه؟ مكتوب هنا طبعا الانبوت نبص كده على الرسمة قدامي هنلاقي مكتوب كده ايه؟ مكتوب هنا انبوت والانبوت يعني الداخل طيب طرف الداخل راح كده المين؟ للمقاومة R1 ومنها نزلت كده VR1 VR1 يعني ايه؟ يعني مقاومة متغيرة يبقى انا دلوقتي طالما عنصر مكتوب اسمه قدامي يبقى لازم ارسمه يبقى هنرسم هنا مقاومة ايه؟ متغيرة طيب الطرف اللي في النص بتاعها بيبقى هو عبارة عن السهم بتاع المقاومة المتغيرة اللي هو الطرف المتحرك طيب ده رايح فين؟ مكاسف C1 ومنه راح لمين بقى؟ قاعدة الترانزيستر T1 طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ ان الدخل هنا حددناه وعرفنا انه راح للترانزيستر يبقى معنى كده ان الترانزيستر دوت هنرسمه على اليسار طيب الخارج بتاع الدايرة فين؟ واضح قدامي هوت على اليمين مكتوب هنا ايه؟ الأوتبوت طيب الأوتبوت هنا زي ما احنا شايفين فيه طرف متوصل مع الشريحة اللي باللون الاخضر يبقى ده طرف السالب ما تبصلوش بص عالطرف التاني على طول ده رايح لمين؟ مكسف C10 ومنه رايح لمين؟ ها للإي سي يبقى معنى كده الإي سي ها مدي المين؟ للخارج اللي هو هيبقى هنا سماعة زي ما قال لي في السؤال اضف سماعة طيب يبقى كده الإي سي هنرسمه ناحية الخارج هيبقى ناحية اليمين يبقى كده احنا حددنا الدخل وحددنا ايه؟ للخارج نشوف الخطوة اللي بعد كده بيقول لي نقوم بتحديد العناصر الأساسية في الدايرة مثل الترانزيستورات والدوائر المتكاملة وأمكانها طيب احنا لسه محددين طبعا زي ما قلنا العناصر الأساسية في الدايرة ادي في عندي ترانزيستور زي ما احنا قلنا ادي الترانزيستور اوه ها حدده لكم كده باللون الايه؟ الأحمر علشان تاخدوا بالكو منه كده يبقى ادي ترانزيستور طيب والناحية التانية طبعا الاي سي حددناهم وحددنا مكانهم الترانزيستور متوصل مع الدخل يبقى هيبقى ناحية اليسار الاي سي متوصل مدي للخارج يعني هيتوصل ناحية اليمين طب الخطوة اللي بعد كده بيقول لي نقوم بتحديد نوع الترانزيستور يعني ايه نوع الترانزيستور؟ اه ترانزيستور ده نوع NBN ولا BNB ولا ترانزيستور تأثير المجال لان طبعا الرمز بتاعه بيختلف في الرسم هنحدده ازاي؟ اذا كان طرف المشاع اللي هو الايه متصل بالسالب يكون الترانزيستور نوعه NBN ونرسم اتجاه السهم للخارج لو المشاع اللي هو الايه متصل بالسالب يبقى ترانزيستور NBN طيب واذا كان العكس طبعا NBN يبقى السهم ايه للخارج زي ما هو قدامي على الايه على الشاشة كده طيب اذا كان العكس بقى اذا كان المشاع متصل بالموجب يبقى الترانزيستور PNB ونرسم السهم للداخل زي ما هو في الشكل ده كده بالضبط يبقى ادي الترانزيستور ها هنرسمه عادي جدا زي احنا بنرسم بس السهم بتاع المشاع يبقى ايه للداخل يبقى راحنا حيط القعدة كده وقادي طبعا الدايرة اللي احنا بنحولها ادي الترانزيستور احنا حددنا اهو وطبعا لو احنا بصينا هنلاقي طرف المشاعي هنا الايه رايح لمين مقاومة R5 ورايح الفين للشريحة اللي باللون الاخضر يبقى معنى كده انها رايحة للسالب يبقى معنى كده الترانزيستور نوع NBN طيب الخطوة اللي بعد كده في نوع من الترانزيستورات نوع تاني اسمه ترانزيستور تأثير المجال او ترانزيستور FIT اللي هو ترانزيستور ده طبعا بيتكتب على اطرافه في الدايرة العملية الرموز D و S و G يعني لما لقى الترانزيستور الطرف اللي عليه في العمل مكتوب D و S وطرف القعدة او البوابة بتاعته مكتوب عليها G يبقى على طول الترانزيستور ده تأثير المجال فبنرسمه الرمز بتاعه طبعا يبقى بالشكل ده على طول ما بنرسموش بقى زي الترانزيستور ال NBN طيب نكون بترقيم اطراف الدائرة المتكاملة على الدائرة العملية بالترتيب يعني ايه نبص كده على الدائرة هنا عندي ال IC قدامي طبعا ما بيبقاش مترقم ده هو بس محدد ليه طرف واحد بس اهو رقم واحد مكتوب عليه واحد طب والباقي طبعا احنا بقى لازم نرقمهم بالترتيب في اتجاه عكس عقارب الساعة يبقى الطرف دوت كده رقم واحد اهو اروح انا بقى اللي بعده على طول تبقى دية رقم اتنين اللي بعدها تلاتة وبعدين اربعة اللي فوق خمسة ستة سبعة تماني طيب وادي واحد كمان هتقل عليها كده علشان تبقى واضحة قدامنا يبقى دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية رتبناهم ورقمناهم بالترتيب ولكن في الدائرة النظرية بقى لما نيجي نرسمها الاطراف ما بنرقمهاش بالترتيب لا ده بتترقم حسب التوصيل يعني طرف الدخل في ال IC هيترسم ناحية اليسار طرف الخارج هيبقى ناحية اليمين الطرف اللي راح للموجة بيترسم لأعلى والطرف اللي راح للسالي بيترسم ايه لأسفل يبقى في الدائرة النظرية ها لا يراعى طبعا ايه ترتيبها ترتيب الاطراف ولكن بيتم ترتيبها حسب ايه التوصيل وقادي طبعا الشكل اللي قدامي ده قادي ال IC زي ما احنا شايفين اللي احنا رقمناها هو طيب رقمناهم هنا في الدائرة العملية بالترتيب وفي اتجاه عكس عقارب الساعة لكن في الدائرة النظرية شايفين بقى الشكل لا ده احنا هنا بنرقمهم على حسب ايه التوصيل الطرف اللي رايح للداخل هو هنا رقم تمانية يبقى على طول راح انا عامل رقم تمانية فين ناحية اليسار عشان يتوصل بالداخل طب طرف الخارجي هنا بتاع ال IC اللي كان رايح للسماع اللي رايح للخارج كان رقم خمس يبقى على طول رقم خمس اخليه ناحية ايه اليمين الاطراف اللي هتطلع للموجة بتبقى الفوق والاطراف اللي رايحة للسالي هتنزل لتحت طيب نشوف الخطوة اللي بعدها نكون برسم العناصر الاساسية زي الترانزيستور وال IC اولا ابدأ وانا بحول الدايرة ارسم الترانزيستور الاول وارسم ال IC وبعد كده بفرع منهم الاطراف بتاعة العناصر الاخرى اللي هي المقومات والمكسفات المتوصلة معها ثم يتم رسم كل طرف من اطراف الترانزيستور على حدة مع العنصر المتصل به وكذلك اطراف ال IC يعني اشوف طرف المشاعب بتاعة الترانزيستور متوصل معها ايه وارسمه طرف القعدة معها ايه وارسمها طرف المجمع معها ايه وارسمه وهكذا طيب رقم تسعة بنقولي راعى توزيع العناصر بطريقة مناسبة وعدم تكدس العناصر في جزء من الدايرة وتبعدها في جزء اخر يعني انت ما تيجي بعد ما تحول الدايرة وانت بترسمها بقى بالادوات بتاعتك تراعي ايه ان العناصر بتاعتك ما تكونش مكدسة زحمة يعني في جزء ومزنقة وتسايب انت جزء كبير في الدايرة بعد كده فاضي يبقى لازم توزع العناصر بطريقة مناسبة خطوة اللي بعد كده بعد الانتهاء من رسم الدايرة وازالة الخطوط الزائدة يتم تظليل العناصر اللي بتحتاج لتظليل زي المكسفات والصنائيات وما ننساش نقطة اللحام طيب بعد كده نقولي راعى كتابة رموز العناصر والدخل والخارج والمجب والسالد ما ننساش برضو الرموز يعني فيه ناس بترسم وتحول الدايرة ومحولها صحة ومية مية وتنسى تكتب الرموز وتقولها اكتبها في الآخر ويجي الوقت يخلص بتاع الامتحان وما تلحقش ان انت تكتب الرموز فبالتالي هتنقص كتير بعد رسم اي عنصر بيتم شطه من الدايرة العملية وبعد الانتهاء يتم عد العناصر الموجودة بالدائرة طيب يعني ايه العنصر اللي انا ارسمه اروح واخد عليه خط كده بالقلم والرصاص كده في الدائرة العملية اللي هو في السؤال نفسه علشان ما ننساش عنصر بحيث ان انا بعدا ما شطب على عناصر اللي انا رسمتها لو في عنصر لسه ما ترسمش هيبان هيبقى واضح ان العنصر ده لسه ما تشطبش فترسمه عشان ما تنساش حاجة من الدائرة تعالوا بقى نطبق الكلام دوت على اللوحة دية ونمشي خطوة خطوة انا عندي طبعا قلنا في البداية احنا قلنا هنعمل ايه بنحدد المجب والسالب حددناهم وبعدين نرسم المجب والسالب في الدائرة اهو بالشكل ده كده هليكم معايا هنا هنرسم بقى بالادوات واحنا هنا ناخد بالنا ان احنا ايه هنرسم كده ايه كروكي يعني من غير مقاسات لان احنا طبعا على اعتبار ان الدائرة دي احنا مش عارفين شكلها في النظري هتبقى ايه ولا العناصر هتبقى متوزعة ازاي فهبدأ ان انا ارسمها الاول بشكل كده ايه كروكي من غير مقاسات يعني وبعدين بعد ما بنخلصها ايه دي كده الطرف الموجة بفوق اهو وبعد ما نخلصها بنبدأ بقى نرسمها بالادوات في اللوحة بتاعتنا بالمقاسات طبعا يبقى انا كده رسمت الطرف الايه الموجة بفوق ناخد بقى الطرف السالب نرسمه ايه لتحت كده ونكتب عليه ايه دي الطرف السالب طيب ايه اجي بقى في نص الدايرة واروح اعمل ايه اروح واخد خط خفيف كده بالقلم الرصاص علشان نرسم عليه العناصر بتاعتنا اهو عشان نحط الترانزيسور ونحط الايه الاي سي كده خفيف كده وبعدين انا هرسم زي ما قلت ايه بقى اه الترانزيسور هيبقى ناحية اليسار والاي سي ناحية اليمين تعال نرسم الترانزيسور كده طبعا نروح جايين واخدين ايه خط خفيف كده علشان نحط الايه الترانزيسور اهو كده ونرسم طبعا الترانزيسور زي ما احنا عارفين بنرسمه ده ترانزيسور ما احنا حددنا واي دي القاعدة بتاعته ناحية اليسار وطرف المجمع فوق وطرف المشاعة ايه لتحت والمشاعة طبعا نرسم السهم ايه بتاعه كده طيب رسمت الترانزيسور رح كاتب اسمه على طول علشان ما تنساش تي ار واحد طيب رسمت الترانزيسور زي ما اتفقنا خد عليه خط طرف المشاعة بقى اللي هو الايه متوسل معاه مقاومة ار خمسة ورايحة للشريحة اللي باللون الاخضر يعني رايحة للسالب على طول يبقى انا رح جايي نازل كده اهو ادي طرف المشاعة وانا نازل وارح رسم ايه المقاومة اللي هي ار خمس كده بالشكل ده ار خمسة طيب المشاعة متوسل معاه ايه تاني لو بصينا كده هنلاقي طرف المشاعة اللي هو الايه معاه كمان مكسف اللي هو سي تلاتة وبرضو متوسل بالشريحة اللي باللون الاخضر بس من ناحية التانية اوه يبقى دوت برضو المكسف سي تلاتة رايح لايه للسالب طيب يبقى من طرف المشاعة اهو اروح جاي من هنا كده اروح جاي واخد ايه سلكة وانزل جنب المقاومة وارسم المكسف اللي هو سي كام سي تلاتة اروح نكتب اسمه كده ايه اروح عشان ما ننساهوش برضو طيب المكسف دوت هل هو من النوع الكيميائي ولا مكسف ثابت طيب بص كده هتلاقي في علامة هنا في خطين كده فوق عن المكسف من فوق يبقى معنى كده ان ده مكسف كيميائي يعني ليه كطبية يبقى انت على طول تظل للطرف السالب بتاعه والطرف السالب هنا فين اللي هو اللي تحت اللي متوصل مع السالب كده طرف المشاع معا حاجة تانى ادي المكسف ترسم والمقاومه ترسمت نروح بقى لطرف تاني طرف القعدة طرف القعدة هنا متوصلة مع ايه امشى معاها كده هتلاقي في مقاومة اللي هي R3 وتوصلت بالشريحة البيلون الاخضر يبقى رايحها لالسالب و مقاومة تانية فوق ايها R2 رايحة للشريحة اللي باللون الاحمر يبقى رايحها للموجة يبقى القاعدة هنا معها مقاومتين واحدة طلعت للموجب اللي هي R2 وR3 نزلت للسالب طب على طول يبقى أنت تروح جاي كده من عنده طرف القاعدة اهو كده رح جاي واخد ايه طرف لفوق وطرف لتحت كده طبعا هنرسم مقاومة نزلت للسالب اهي الشكل ده اللي هي المقاومة R3 ونكتب اسمها على طول علشان ما ننساش R3 طيب وفوق مع الطرف الموجب المقاومة R2 اهو كده والمقاومة طالعة للطرف اللي هي الموجب ونكتب اسمها جنبها اللي هي R2 R2 طيب هل قاعدة الترانزيسور متوصل معها حاجة تاني نبص كده اه دي المقاومة 2R2 وR3 خلصوا طيب طرف القاعدة لسه مكمل شايفين الشريحة ماشي يا كده وراحت لمين مكسف اللي هو C1 طيب والمكسف ده راح لمين ها للمقاومة المتغير طيب يبقى نرسم المكسف C1 دي المقاومة طيب اهو يبقى منطرف القاعدة ها ماشي كده وراحتة المكسف احنا عارفين طبعا رمز المكسف بنرسمه ازاي والمكسف ده من النوع الكيميائي عرفت منين اهو زي ما احنا لسه قايلين العلامة اللي في المكسف الخطين اللي فوق دول يبقى ده طرف الموجب والطرف الموجب هنا متوصل مع القاعدة يبقى احنا نظل للسالب اللي هو عكسها على طول اهو كده طيب المكسف خلص رايح لمين بقى رايح للمكاومة المتغير طيب اتقنهي طرف المكاومة المتغيرة اللي في النص يبقى ده السهم بتاع المكاومة المتغير طيب المكاومة المتغيرة دي متوصلة مع ايه طرف منها مع السالب يبقى لتحت يعني والطرف التاني مع المكاومة R1 اللي رايحها للدخل تعالوا نرسمهم بقى يبقى انا هروح جايي كده من طرف المكسف وهنزل علشان أروح لمين للسهم بتاع المقاومة المتغير أهو أصاد المقاومات اللي مرسومة تحت واروح جاي رسم المقاومة المتغيرة جنبها أهو بالشكل ده كده وآي دي الطرف اللي في النص اللي هو السهم يبقى كده المكسف متوصل مع مين مع الطرف اللي في النص في المقاومة المتغير وطرف منها تحت مع السالب والطرف الثالث بتاع المقاومة المتغيرة رايح لمين اهو مع R1 ورايح لطرف الدخل تعالوا نرسمها اهي R1 رايح لطرف الدخل اللي هو الانبوت طيب نرسمها كده فوق المقاومة اللي هي المتغيرة كده والطرف التاني بتاعها رايح فين رايح للدخل بقى اهو كده والطرف اللي تحت نروح حطين له برضو ايه دايرة فاضية كده خلاص ونكتب هنا اسم المقاومة المتغيرة اللي هي VR1 والمقاومة اللي فوق اللي هي اسمها R1 وطبعا ده طرف الايه الدخل ما ننساش ها ولازم نكتب برضو ايه الدخل هنا يبقى نروح كده بين N هنا كده في النص هنا كده بينهم اهو بالشكل ده N يعني ده الدخل بتاع الدايرة اللي هو متوصل بين الطرفين دول اه ونيجي عند الطرف اللي فوق ونروح كده بين A N طيب كده احنا رسمنا ايه دي قاعدة الترانزيسور اللي هي ال B ورسمنا معاها المقاومتين R2 و 3 او المكاسف C1 والمقاومة المتغيرة وR1 وطرف الدخل يبقى قاعدة الترانزيسور كلها خلصت مفيش حاجة تانية متوصلة معاها اروح لمين بعد كده اتنقل لطرف المجمع اللي هو ال C امشي معا كده هتلاقي رايح لمين R4 وR4 رايحة للطرف الموجب يبقى فوق الترانزيسور على طول اهو يبقى الطرف اللي فوق الترانزيسور هوصل معا كده ايه اهو كده المقاومة وانزل بيها لحد طرف المجمع ونكتب اسمها طبعا اللي هي R4 طيب طرف المجمع بتاع الترانزيسور لسه متوصل معا ايه ادي طرف المجمع اهو معا C4 وC4 رايح لمين بقى للرجل رقم 8 في ال IC يبقى المكسف دوت خارج من الترانزيسور ورايح لمين ورايح لل IC طيب يعني معناه هناخده من هنا كده من طرف المجمع وامش كده طب مرسم ال IC بقى الاول اهو هاجي هنا برضه كده ايه في النص كده خلاص ابعد عن الترانزيسور واروح جاي راسم ال IC وال IC طبعا عبارة عن ايه مسلس زي ما احنا متعودين اهو ونكتب كده اسمه IC1 طيب هياخد طرف من فوق ودي طرف تاني وطرف الخارج بتاع ال IC بيبقى على اليمين طيب الطرف اللي فوق ده دايما هو بيبقى الداخل فهنروح كدبين هنا رقم كام تمانية عشان احنا لسه متتفقين دلوقتي قلنا ان المكسف C4 اللي هو كان جاي منين من مجمع الترانزيسور ورايح لمين لل IC يعني موصل ما بين خارج الترانزيسور ورايح لدخل ال IC يبقى الرجل رقم 8 هنا في ال IC هي الدخل بتاع ال IC عشان كده رسمناها على اليسار المكسف بقى طبعا اروح انا ماشي كده بقى اطول الطرف ده كده ها واروح رسم ايه المكسف والله لو الطرف دوت كده هيزن نقفل مع الترانزيسور ممكن اروح انا اطالع فوق شوية كده اربعة والمكسف دوت كيميائي السلب بتاعه ناحية الرجل ايه تمانية نظلل وبعد كده اروح نازل كده ورايح لمين اهو للرجل كيه تمانية بالشكل ده طيب اه كده الاي سي نبدأ بقى نكمل بقية الاطراف بتاعته انا عندي هنا الرجل رقم سبعة رايحة فين مع الشريحة بتاعت الموجب على طول يبقى معناها طالع المين طالع للموجب بسلكة وتطلع للموجب اهو يبقى هنيجي كده من فوق ها ونروح ايه موصلين سلكة على طول كده بالشكل ده ونكتب على طول الرقمها جنبها عشان ما ننساش اللي هي رقم سبعة طيب نبص بقى على بقية الاطراف تعالي نشوف كده عندك الرجل رقم واحد يمشي معاها كده معاها R8 ورايحة للموجب الشريحة اللي باللون الاحمر طيب والرجل رقم واحد برضو مشت كده ومعاها مكاومة R7 وراحت للسالب وجنبها مكاسف C6 وراح للسالب الشريحة اللي باللون الاخضر يبقى معنا كده الرجل رقم واحد دي معها مكاومة طالع للموجب ومكاومة ومكاسف نزلة للسالب يبقى الافضل اعملها ايه ارسمها كده النحية دي ها زي ما احنا شايفين كده الطرف اللي هو اللي تحت ده كده يبقى دي اتخليها الرجل رقم كام واحد كده وبعدين اروح واخد منها طرف يطلع لفوق ها وطرف ينزل ايه لتحت اهو كده بالشكل ده وطبعا فوق في مكاومة وتحت رايحة للسالب بمكاومة اهو كده ودي نقطة اللحن بتاعتي المكاومة اللي تحت نرسمها كده اللي هي كانت رايحة للطرف السالب اللي هي المكاومة ار سبعة ار سبعة والمكاومة اللي كانت طلعت للمجب فوق اهو اسمها ار تماني كده يبقى دي ات ار تماني طيب يبقى احنا كده رسمنا لايه المكاومتين من الرجل واحد معها ار تمانية وراحت للمجب والمكاومة ار سبعة وراحت لفين للسالب ما ننساش بقى المكاسف سي ستة جنب المكاومة ار سبعة متوصل معها على التوازي ونزل برضو للسالب اهو يبقى من نفس الطرف برضو بتعريج لواحد جنب المكاومة ار سبعة كده اهو وارح جاي نزل وارسم المكاسف كده ويتوصل كده ايه مع السالب المكاسف دوت اللي هو سي ستة او نكتب اسمه سي ستة عشان ما ننساهوش ونصط برضو اللي احنا رسمناه من هنا كده الرجل رقم واحد خلصت طيب عندي بقى الرجل رقم اتنين معاها مكاسف اللي هو سي تمانية ولف كده وراح للرجل خمس طيب احنا لسه مرسمناش الرجل خمس تعال نشوف الايه الاطراف التانية نخلصها الاول وبعدين نرجع لها تاني عندي الرجل رقم اربعة وستة متوصلين مع بعض الاتنين اهو زي ما احنا شايفين كده اهي الشريحة مشت من الرجل اربعة اطلحمت مع ستة وبعدين معها مكاسف سي خمس وراح للطرف الايه السالب يبقى الطرفين دول هنرسمهم نحية تحت اهو يبقى انا اجي تحت كده وراح عامل ايه ادي طرف و ادي طرف اوصلهم مع بعض يبقى دول مين اربعة وستة وبعدين احط نقطة لحام وراح واخد منها طرف وانزل بيه علشان ارسم مين بقى المكاسف اللي هو سي خمسة اللي رايح للسالب اهو كده كده طيب المكاسف دوت سي خمسة ده ثابت ولا كيميائي او زي ما احنا شايفين اهو في خطينا هو يبقى ده ايه كيميائي والسالب بتاعه ناحية السالب يبقى الطرف السالب يتظلل تحت كده ونكتب اسمه برضو اللي هو سي كان بقى خمسة طيب الرجل رقم تلاتة امشي معاها كده معاها مقاومة R6 ونزلت للطرف السالب برضو ما هي الشريحة اللي بلقول الاخضر هي السالب يبقى الرجل تلاتة برضو هتترسم لناحية تحت يبقى اروح نازل بيها تحت اهو من ال I C انزل بيها كده ومعاها ايه المقاومة اهو وبعدين نزلت للطرف السالب طيب الرجل دي اترقم كم زي ما قلنا تلاتة يبقى اكتب ايه رقمها جنبها كده عشان ما ننساهاتش والمقاومة R6 نكتب برضو الرمز بتاعها جنبيها R6 طيب نشطبها بقى من هنا عشان اترسمت خلاص فيه عندي بقى بعد كده ايه الرجل رقم خمسة زي ما قلنا وإحنا متفقين من البداية ان الخمسة دي هي طرف الخارج بتاع ال I C عشان معها مكسف C 10 ورايح لفين للأوتبوت يبقى هي مرسومة ناحية اليمين اهي يبقى الطرف اللي ناحية اليمين ده هو ايه الرجل رقم 5 طيب نشوف بقى متوصل معها ايه الرجل خمسة دي شايفين مقاومة R9 وتحتها R10 ونزلت للسالب وفي مقاومة ومكسف تاني متوصلين برضو منها من الرجل خمسة اهي ونزلة برضو ايه للسالب طيب يبقى انزل كده واحدة واحدة انزل كده من هنا بالمقاومة R9 الاول اهو كده وبعدين انزل تحت كده وراح جاي نازل للسالب المقاومة اللي فوق دي كانت R9 واللي تحت R10 نكتب اساميهم الرموز بتاعتهم R9 ها واللي تحت لو ما فيش مكان هنا مش مكفي اهو نكتب هنا حيط اللي 100 نشتوبهم من هنا R9 R10 ناخد بالنا في مكسف C7 متوسل ما بين الطرفين بتوع المقاومتين R9 وR10 ورايح لمين ها عند طرف المقاومة R6 اللي هي متوصلة مع الرجل 3 طيب تعالوا نرسمه اه دي ما بين R9 و10 نحط نقطة هنا طيب والطرف التاني رايح لمين رايح للرجل 3 اهي اللي هي مع المقاومة R6 يبقى هنا يبقى المكسف ده نرسمه بينهم في النص الشكل المكسف ده C7 وهو كيميائي والسالب بتاعه ناحية مين ناحية المقاومة R10 اهي يبقى ناحية اللي 100 يتظلل على طول ونكتب برضه اسم المكسف الرمز بتاعه C7 كده كده مستطيل واحنا متعودين ان المكاومة بنعملها مستطيل عاملة زي المكسف ده مرسوم زي المكاومة بالزبط محدش يغلط ويرسمه مكاومة شوف الرمز اللي مكتوب عليه مكتوب C9 وC9 يعني ايه مكسف C يعني مكسف يبقى نرسم بقى المكاومة R11 جاية منين من طرف الرجل 5 برضو اهي هدي الرجل 5 اهي نزلت كده وصلنا منها R9 وR10 وجنبهم R11 والمكسف C9 وتنزل برضو للسال يبقى من نفس الطرف كده ايه دي المكاومة R11 وانزل بها لتحت ونحط المكسف كده وانزل بها للسال المكسف دوت اللي هو C9 C9 والمكاومة R11 المكسف دوت C9 مكسف ثابت فبالتالي مش هنزلله نشطب بقى كده طرف المكاومة وطرف ايه المكسف فاضل عندي ايه نبص كده هنا هنلاقي في ايه عندي مكسف اللي هو C10 المكسف دوت جاي من اه من الرجل رقم كام الرجل رقم خمسة ورايح لفين للقود طيب يبقى انا رح جاي كده برضو هرسمه من عندي طرف الخارج اهو من عندي الرجل رقم خمسة قدر الرجل خمسة هي يبقى هنمشي كده نطولها شوية كمان كده وبعدين نرسم المكسف ممكن ارسم المكسف فوق هنا وممكن انزل بي كده وارسمه قصاد المكاومة R11 اه بالشكل ده كده كده وانزل بي اه والمكسف دوت ناخد بالنا المكسف C10 ده مكسف كيميائي برضو الخطين فوق العلامة اللي فوق اه يعني ده الموجة السالب بتاعه فين رايح للأوتبوت رايح للخارج يبقى انا اظل للطرف السالب اللي هو اللي نزل تحت ده كده ونكتب اسمه برضو اللي هو C10 السماعة بقى ناخد بالنا طبعا انه هو كان في السؤال كان في الخارج طيب المكسف C10 ده بدل من اوصله بقى كده بسلكة ورايح للخارج على طول لا هروح نوصل ايه سماعة وتتوصل للطرف التاني بتاعها مع ايه مع الارض او السالب ونشطب المكسف اللي هو C10 طيب هنزل كده وبعدين السماعة طبعا نعرفين بنرسمها ازاي الشكل بتاعها مربع تبقى المربع ده سنتي في سنتي وده البوك بتاع ايه السماعة اه كده ونكتب عليها L S الرمز بتاعها فقط كده بس عمنا دي كمان فاضل ايه المكسف بقى اللي هو C8 اللي احنا سبنا للاخر ده متوصل منين لفين طرف مع الرجل اتنين والطرف التاني رايح كده مع مين مع الرجل خمس اللي هي متوصل معها المكاومة R9 وR11 والمكاسف 10 ما كل دول سلكة واحدة يبقى C8 متوصل طرف مع الرجل اتنين والطرف التاني مع الرجل خمس طب تعالوا نبص كده الرجل خمس احنا رسمينها طب الرجل اتنين هي اساسا احنا لسا رسمنا هاش فيبقى احنا نرسمها قريبة من الرجل ايه خمسة يبقى محدش يقول بقى ارسمها تحت ونزل نق الدنيا مفوق الواسعة هو اروح انا بقى رسمها كده الفوق كده واروح واخد طرف من عندي الرجل ايه خمسة من نقطة اللحم اهو بالشكل ده وارسم المكسف بينهم كده اهو والمكسف ده من النوع الكيميائي لانه مكتوب عليه ايه موجب القطبية بتاعته متحددة هيت في الرسمة اهو سي تمانية وادي الطرف ده مكتوب جنبه موجب يبقى الطرف الموجب ده متوصل مع مين مع الرجل اثنين يبقى احنا نظلل على طول الطرف السالب والطرف السالب هنا اللي هو ناحية مين بقى ناحية الرجل خمسة يبقى ابص كده ايه دي الرجل خمسة واللي فوق دي اتكنت الرجل اثنين بتاعت ال اي سي اظلل لانا بقى الطرف السالب اللي رايح للرجل ايه خمسة كده طيب فاضل ايه تاني في الرسمة في الدايرة لسه متحولش او نشط بالمكسف سي ثمانية كده ها ونبدأ نبص بقى على العناصر كلها اللي في الدايرة ها كل العناصر اه اللي احنا رسمناها وشطبناها فاضل مين سي ايه ده اللي لسه متشطبش هو شفتوا بقى لما قلت ان احنا لما نرسم عنصر ناخد عليه خط كده بالقلم الرصاص العنصر اللي فاضل يبنلي على طول في الدايرة ومنساش حاجة يبقى لانه بصد دلوقتي كده هلاقي عندي مين المكسف سي اثنين ده متوصل منين طرف مع الشريحة اللي باللون الاحمر وطرف مع الشريحة اللي باللون الاخضر يعني طرف مع المجب وطرف مع السالب طيب نبص كده للدايرة تاني ها الطرف المجب احنا رسمينه فين لفوق اهو ده الطرف الايه المجب بتاع الدايرة كده ايه دي علامة المجب عشان تبين بس اهو الشكل ده والطرف السالب تحت طب انا عايز ارسم بقى المكسف ده من المجب للسالب ايه وحد ييجي يقول في النص كده ويرح واخد سلكة ونزل بيها في وسط العناصر ويرسمه انت كده هتبقى موصله صح كتوصيل يعني متوصل من المجبل السالب ولكن طبعا التنصيق هيبقى وحش جدا لان احنا بنراعي دايما انه احنا بنرسم الدايرة زي ما قلنا نقلل التقطعات اللي موجودة فيها يعني ما عملش تقطعات كتير وده يؤدي طبعا لسهولة تتبع التوصيلات يعني انت اول ما تبص للدايرة كده تعرف اشارة الدخل ماشية ازاي ووصلت لانهي عنصر والعنصر ده ادى المين والطرف اللي بعده مين وتمشي معها بالترتيب لكن لما تبقى انت عامل بقى تقطعات كتير وده طالع وده نازل هتطوه فيها اي حد يبص للدايرة اي ده هي فين بدايتها وفين نهايتها طيب المكسف ده بقى يعني ممكن ترسمه هنا في الجزء ده او ممكن تيجي هنا في الاول خالص جنب المكاومة ارتني والطول دي شوية وتروح رسم المكاسف هنا صح برضو ما هي كل السلكة دي كلها ايه هي دي الطرف الموجة طيب تعال نعمله هنا كده في الواسع اهو هاروح جاي حطط نقطة لحام وانزل بالمكاسف اصاد المكاومة اللي فوق كده وارسم المكاسف بالشكل ده وبعدين انزل واروح عامله علامة ارض علامة الارض دي عملها زي الروح المكاسف وظللها كده بالشكل ده طيب معناها ايه بقى العلامة اللي انا عملتها دي نكتب اسم المكاسف بس الاول س اتنين العلامة الارض هتروح انت نازل وحطتها برضو تحت عند مين عند الطرف السليب اللي تحت وتروح جاي نازل كده ممكن بقى عند اي نقطة لحم من دول هتبقى صح لان كل دي سلكة واحدة اه تعال هنا عند ايه نقطة اللحم بتاعت السماعة مثلا كده انزل اه ورا حطت ايه علامة الارض بالشكل ده كده يبقى كده معناها ايه معناها ان المكسف ده طرف منه توصل بالمجب والطرف التاني توصل بمين بالارض اللي هو فين اللي هو الطرف السليب اللي تحت في الداية طبعا المكسف دوت لو بصينا كده هنلاقيه مكسف ايه سابت ملوش كطبية فخلاص مش هنظلله وطبعا انت لو ظللت المكسف السابت تظلل اللحين بتوعه لكن انا بفضل ان احنا المكسف السابت ما نظللوش خالص ما نظللوش خالص ليه لان كطر التظليل في الدوائر بيوسخ اللوحة بعد كده كطر التظليل طبعا وانت عمال بتحرك الادوات بتاعتك فبتخليها ايه تعمل كده الرصاص يبوز اللوحة ويوسخ فالمكسف السابت ممكن يترسم اللوحين بتوعه من غير تظليل كده احنا حولنا الدايرة كلها ما فيش عناصر تانية نقصة لو بصينا كده كله اترسم معنا وحددنا الدخل والخارج بتاع الدايرة ما ننساش ادي الدخل اهو كانت بين وقادي الخارج هنا اللي هو السماع اللي هو الاس طيب طبعا زي ما احنا شايفين كده الدايرة احنا رسمناها ومعاين احنا رسمناها كرويكا هو بس موزعينا العناصر بطريقة مناسبة يعني ما تبقاش انت مزلنا العناصر في جزء من الدايرة وسيبها متفرقة ومتبعدة في جزء تاني التراعي بقى انت لما تيجي ترسم الدايرة طبعا المفروض لو في اي خط زيادة مثلا ولا حاجة انت بتشيله بعد كده يعني مثلا في خط زيادة كنا رسمينه نروح ايه مسحين الخط الزيادة اللي هنا حتى وانت رسم الدايرة كروكي ليه عشان ما تغلطش وتروح نائل الخط ده بقى في الدايرة بتاعتك وانت بترسم ها الخط اللي احنا كنا رسمينه في النص ها عشان المحور اللي في النص عشان نحط عليه عناصر الاساسيات بتاعتنا اهو كل الخطوط الزيادة نشيلها وبعد كده طبعا نبدأ نرسم الدايرة بالادوات في خط الزيادة هنا برضو ها حتى دي المكان المكسف اللي احنا كنا هنرسمه كده عشان برضو الدايرة بتاعتنا تبقاش فيها ايه اي خط زيادة بس كده رسمنا الدايرة كلها كروكي كتبنا اسم العناصر على الدايرة المفروض بقى ان احنا بنعمل ايه بنرسم الدايرة دي بعد كده بالادوات بتاعتنا في اللوحة بقى على حسب الاطار اللي هو بيحدده لي في السؤال يعني هو طبعا في السؤال دايما بيحددلي بيقوللي حول الدايرة اللي قدامك دي الدايرة العملية الى دائرة ايه نظرية في اطار ويحددلي الاطار يقوللي مثلا في اطار 35 في 25 او 30 في 20 سنتيمتر انا عايزكو بقى النهاردة اللوحة اللي احنا رسمناها ديت عايزكو ترسموها بالادوات ترسمها في اللوحة بتاعتك اهو وطبعا الدايرة دي موجودة عندك في الكتاب في صفحة 129 اه الدايرة ديت انا عايزك ترسمها بالادوات وترسمها في اللوحة بتاعتك وتكتب عليها اسمك وبعدها لي في التعليقات على الفيديو دوت هينزل على قناتنا على اليوتيوب قناة مصر للتعليم الفني وان شاء الله احسن لوحة او احسن 3 لوحات هلاقيهم مرسومين طبعا كويس والخطوط بتاعتهم جميل او مفهاش عيوب او اخطاء اعرضهم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية باسماءكم ولو فيه اي استفسار او اي سؤال تابعونا برضو على قناتنا على اليوتيوب او قناتنا على الفيسبوك قناة مصر للتعليم الفني 11 747 اللي هو تردد القناة واكتب لنا التعليقات بتاعتك وانت ما تصور الصورة بتاعتك تصورها بالتليفون بس في مكان يكون فيه اضاءة قوية عشان لما تيجي تتنقل الصورة طبعا لو الاضاءة بتاعتها وحشة تطلع عجم قوي حتى لو انت رسمها حل مش هتبان كويس صورها كويس وبعتها على الفيسبوك على قناتنا على الفيسبوك ولو فيه اي ملحوزة ولا اي سؤال او صفصار ابعت واسأل عندي طبعا نبص على على الشاشة الفيسبوك علشان لو ولادنا ما يعرفوهاش نبص كده على الشاشة بسرعة اسمها قناة ايه مصر للتعليم الفني 11 747 ده تردد القناة على التلفزيون وقناتنا على اليوتيوب اسمها مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني زي ما قلتلك اعمل اللوحة دي يتواجب وبعتها لي وان شاء الله ربنا يوفقكو واشوفكو على خير في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته